بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تبرم اتفاقية مع جيبوتي بعض الصومال فكيف ستتغير موازين القوى بالقرن الافريقي للإجابة عن هذا السؤال كونوا معنا حتى النهاية مثلت اتفاقية التعاون الدفاع والاقتصادي بين تركيا والصومال والاتفاقية المشابهة بين أنقرة وجيبوتي حدثين مهمين بالنسبة لمنطقة القرن الافريقي الحيوية والتي تشهد توترات متعددة وأثار توقيت توقيع الاتفاقيتين تساؤلات حول شكل التحالفات بالمنطقة وطبيعة الدور التركي بها في المرحلة القادمة ووقعت تركيا والصومال اتفاقية إطارية للتعاون الدفاع والاقتصادي يوم الخميس 8 فبراير شباط خلال اجتماع وزيري الدفاع التركي شار جولر والصومالي عبدالقادر محمد نور في أنقرة لاحقا أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود موافقة مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال لمدة عشر سنوات وجاءت موافقة البرلمان الاتحاد الصومالي على الاتفاقية بأغلبية 213 صوتا مقابل ثلاث أصوات يوم الأربعاء 21 فبراير شباط الماضي وبعد ذلك بأيام وتحديدا في يوم الاثنين 19 فبراير شباط وقع وزير الدفاع التركي ثلاث اتفاقيات تعاون مع جيبوتي اجتملت على التعاون في مجال التدريب العسكري والتعاون المالي العسكري وبرتقول تنفيذ المساعدات النقدية وذلك من خلال استضافة نظيره الجيبوتي حسن عمر محمد في العاصمة أنقرة الاتفاقية بين تركيا والصومال لا ترتبط بشكل مباشر بالتوتر مع إثيوبيا على الرغم من أن توقيت هذه الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال يتزامن مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة خاصة الاتفاقية بين إثيوبيا وبين جمهورية أرض الصومال الانفصالية لاستئجار ميناء بربرة وشريط ساحلي لبناء قاعدة عسكرية لمدة خمسين عاما فإن حجر الأساس لهذه الاتفاقية بين البلدين قد تم وضعه خطوة بخطوة منذ عام 2011 ويشير تزامن التوقيع على الاتفاقيتين مع الصومال وجيبوتي إلى أن الخطوة التركية لا ترتبط مباشرة بالتوتر بين إثيوبيا والصومال ولكنها ترتبط برؤية تركيا الاستراتيجية بالانتشار العسكري خارج أراضيها لتأمين مصالحها وتكامل نفوذها في مناطق الخليج العربي وخليج عدن والبحر الأحمر وانتهاء بشرق المتوسط حسب ما ورد في تقرير لمنصة أسباب المختصة بالتحليل السياسي والاستراتيجي أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج موجودة في الصومال وحتى قبل الاتفاقية بين تركيا والصومال تستضيف العاصمة الصومالية مقديشو أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج البلاد والتي افتتحت عام 2017 وتعرف باسم معسكر تركو صوم وهي قاعدة عسكرية وكلية حربية لتدريب وتأهيل جنود جيش الصومال وتخرج سنويا نحو 1500 جندي ويصل إجمال من تخرج منها نحو 10 ألاف جندي وتأسست القاعدة في سياق رؤية تركية واسعة للانتشار العسكري الاستراتيجي خارج حدودها تشمل العراق وقطر وقبرص التركية ويوفر الوجود في الصومال الذي يتمتع بأطول خط ساحل وطني في إفريقيا 3025 كم حضور تركيا في القرن الإفريقي الذي يتحكم في باب المندب أحد أهم المضايق الاستراتيجية في العالم تركيا ستساهم في بناء بحرية الصومال ليتمكن من الاستفادة من ثرواته والآن بموجب الاتفاقية الدفاعية والاقتصادية بين تركيا والصومال ستوفر أنقرة أيضا بناء وتدريب وتجهيز القوات البحرية الصومالية وتطوير قدراتها كما تمنح الاتفاقية تركيا سلطة شاملة تضمن حماية البحر الصومالي وحدوده المائية من أي تهديد خارجي وستساعد تركيا الصومال في الاستفادة من خيرات بحرها وتطوير ما يطلق عليه الاقتصاد الأزرق حيث يقدر حجم ما تخسره الصومال ما بين 100 مليون و450 مليون دولار سنويا بسبب أنشطة الصيد غير المشروعة التي تقوم بها السفن الحربية الأجنبية على طول سواحله في مقابل تلك الخدمات الأمنية والبحرية ستحصل أنقرة على 30% من عائدات المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال كما يرجح أن تساهم الاتفاقية في فتح الطريق أمام شركات البترول التركية في الحصول على امتياز التنقيب واستخراج البترول والغاز في سواحل الصومال حيث يمتلك الصومال نحو 200 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة وتشير التقديرات إلى أن الحوض الصومالي قد يحتوي على 30 مليار برميل من النفط الخام ماذا عن الاتفاقية التركية مع جيبوتي؟ أما الاتفاقية مع جيبوتي فمن المتوقع أن تؤسس لقيام الجيش التركي بتدريب وتأهيل القوات الجيبوتية ومن المحتمل أن تماهد لافتتاح قاعدة عسكرية لوجستية لتركيا في جيبوتي التي تتمتع بموقع حيوي على مضيق باب المندب وتعتمد جيبوتي على عائدات تأجير مواقع لقواعد عسكرية بنسبة تصل إلى 18% من إجمال دخلها السنوي ففي عام 2020 بلغت إيرادات تأجير مواقع لقواعد عسكرية 129 مليون دولار تساهم تركيا بنحو 63 مليون دولار فيما تدفع فرنسا 40 مليون دولار والصين 20 مليون دولار واليابان 3.5 مليون دولار وإيطاليا 2.5 مليون دولار كيف ستنظر إثيوبيا للاتفاقية بين تركيا والصومال وكيف ستتعامل أنقر معها؟ من المرجح أن تنظر إثيوبيا إلى الاتفاق بين تركيا والصومال بقلق لأنه يضعها في مواجهة محتملة مع البحرية التركية ويهدد بإجهاد خطاطها للحصول على منفذ بحري تجاري وعسكري دائم على خليج عدن والقرن الإفريقي في منطقة أرض الصومال الانفصالية إذ تأتي الاتفاقية بين تركيا والصومال بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في يناير كانون الثاني الماضي والتي تمنح أديسابابا ميناء بحريا مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال التي أعربت الحكومة التركية عن قلقها الشديد بشأنها وفي هذا السياق قال الرئيس الصومال حسن شيخ محمود إن الاتفاق مع أنقرى يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى وعقب إبرام الاتفاقية بين تركيا والصومال قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية لوكالة رويترز إن تركيا ستقدم دعما أمنيا بحريا للصومال لمساعدة الدولة الإفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية مشيرا إلى أن أنقرى توفر التدريب للجيش الصومالي منذ أكثر من عشر سنوات ويرجح تقرير منصة أسباب أنه بعد الاتفاق بين تركيا والصومال ستعمل أنقرى على احتواء إثيوبيا من خلال توظيف علاقاتها العسكرية وحجم استثماراتها في الضغط على أديسابابا ودفعها نحو التعاون بدل الصراع فقد دعمت أنقرى الجيش الإثيوبي بطائرات مسيرة خلال المعارك مع متمرد تيجراي كما تستثمر تركيا حوالي 3 مليارات دولار في مشاريع بنية تحتية استراتيجية أهمها مشروع سكك حديدية بمركز بطول 400 كم الذي يربط بين شمال ووسط وشرق إثيوبيا بمناء جيبوتي وتبلغ قيمته نحو 1.7 مليار دولار كما توجد أكثر من 130 شركة تركية تستثمر في مجالات مختلفة توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل بالإضافة لذلك يخوض الصومال مع كينيا نزاعا حدوديا بحريا مستمرا منذ عدة سنوات يشمل مثلثا مساحة 38 ألف ميل مربع أي 100 ألف كم مربع في المحيط الهندي يرجح احتواءه على كميات كبيرة من البترول وفي عام 2014 نقل الصومال النزاع إلى محكمة العدد الدولية وحصل على حكم يميل إلى صالحه بنسبة كبيرة في أكتوبر 2021 لذلك تضع الاتفاقية التركية الصومالية أنقرة في قلب النزاع بين الصومال وكينيا وبينما ترغب أنقرة في توسيع علاقاتها مع نيروبي فمن المرجح أن تعمل بعد توقيع الاتفاقية بين تركيا والصومال على الوساطة في حل النزاع الصومالي الكيني حيث تمتلك أنقرة استثمارات ضخمة في كينيا أهمها المجمع الصناعي الذي تقوم ببنائه بقيمة 760 مليون دولار والذي يشمل ستة مصانع للبناء والغابات والأثاث ومنتجات التنظيف الاتفاقيتان تفرضان وجود تركيا كلاعب رئيسي في باب المندب الوجود العسكري البحري لتركيا في خليج عدن وباب المندب يفرض تركيا كلاعب مؤثر في عدة ملفات أهمها الخطط الدولية المرتبطة بتأمين الملاحة في ظل نشاط جماعة الحوثي والمرتبط بالنفوذ الإيراني والتطورات في القرن الإفريقي خاصة في الصومال والسودان كما يضع أنقرة في مواجهة محتملة مع الموجود الإماراتي في المنطقة حسب تقرير منصة أسباب حيث الأخيرة تمتلك قاعدة عسكرية في جمهورية أرض الصومال الانفصالية بجانب قواعد أخرى في اليمن بجزيرتي سوغطري وبريم في مدينة عصب الساحلية في إيريتريا ضمن طموحات أبوظبي الأوسع للتأثير في السياسة الإقليمية وتأمين مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية إن استعادة البحرية الصومالية السيطرة البحرية على مياه البلاد هو أمر ذو أهمية قصوى للمجتمع الدولي برمته لأن من شأنه أن يمكن مقديشو من مواجهة الصيد الجائر والقرصانة البحرية وما إلى ذلك ولتحقيق هذه الأهداف وقبل كل شيء من الضروري استعادة السيادة على المياه الإقليمية للبلاد للقضاء على حركة الشباب الصومالية فلقد تمكن تنظيم حركة الشباب من فتح طرق لوجستية بفضل هذه المنافذ البحرية الخارجة عن سيطرة الدولة الصومالية فكل الذقائر يتم الحصول عليها من هذه المنافذ اللوجستية البحرية ومن شأن تقوية البحرية الصومالية بدعم دولة إسلامية وليست غربية أن تؤدي لتعزيز قدرات الجيش والبحرية الصومالية دون استفزاز للمشاعر الوطنية والدينية لسكان البلاد بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا معكم أبرز ما جاء في تقرير لعربي بوست تحت عنوان تركيا تبرم اتفاقيتين مع الصومال وجي بوتي فكيف ستغيران موازين القوى بالقرن الإفريقي أترك لكم التعليقات كما أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر